تنشغل الشرعية بمعارك جانبية ويغيب اهتمامها بجبهات حيوية فيكون من الطبيعي أن تحضر الميليشيا الإنقلابية كذلك يجري المبعوث الأممي مباحثات هامشية لتحرير مطاحن البحر الأحمر وبحث أي مخرج للتعثر القائم في الحديدة الجبهة المتعثرة بينما يتقدم الحوثيون نحو مركز محافظة الضالع ليس أسوأ من الخدلان على المقاتلين إلى بيع الوهم ووعود الدعم يتقدم المقاتلون ويتسابقون للصفوف الأولى للتصدي لطلائع الإنقلاب لكنهم يخذلون على كل المستويات تصل إمدادات الحوثي بسلاسة على مرءا من رادارات التحالف وطيرانه وتستعر المعارك في منطقة عسكرية يفترض أنها تتبع وزارة الدفاع لكن شيئا لا يحدث حالة الخدلان هذه من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على نفسيات المقاتلين لسيما إذا استمر الحال على ما هو عليه من التجاهل مناطق بأهمية البيضاء ومريس والحشى صمدت على مدى أربع سنوات مثلت حائط صد ضد ميليشيا الحوثي إلا أنها وفي ظل شحة الإمكانات مقابل الترسانة العسكرية للحوثيين يصبح من الصعوبة بمكان دوام الصمود خصوصا مع السمرار حالة الخدلان والتجاهل التحالف هو المسؤول المباشر عن إضعاف الشرعية كونه صاحب القرار الأول في كل الجبهات فضلا عن كونه الداعم والراعي الرئيس الذي يفترض أن يوفر الدعم اللوجستي بالغطاء الجوي والإمداد العسكري للجبهات بالتنسيق مع وزارة الدفاع